أعلنت وزارة الصحة والسكان المرور على 1820 منشأة غذائية خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بجميع محافظات الجمهورية وذلك في الفترة من 25 من أغسطس الماضي حتى منتصف سبتمبر الجاري ضمن الحملات الاستباقية التي تنفذها الوزارة على أماكن تصنيع وتخزين وبيع حلوى المولد النبوي الشريف والمنشآت الغذائية المختلفة وأوضحت الوزارة مسحب 1240 عينة أغذية متنوعة وتم إرسالها للمعامل المركزية بالوزارة لتحليلها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمية